موسيقى رئيس السيسي يتبع مشروعات صناعة الحديد والصلب ويواجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الدعم لقطاع الصناعات الوطنية السقيلة موسيقى الأمم المتحدة تحذر من استمرار الانقسام الليبي وتطالب بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات موسيقى موسكو تدين خططاً أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 وتحذر من توروتها المتزايد في النزاع السادسة مساء في القاهرة السادسة بتوقيت جريمتشو نشرة إغبالات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى 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 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الدعم لقطاع الصناعات الوطنية السقيلة في مقدمتها صناعة الحديد والصلب أخذ في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية فضلا عن أساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع الشهد استراد جهود العمل على تعميق تصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنفسية والتصديرية وتذليل المعاوقات اللوجستية ذات الصلة أعلنت وزارة الدفاع انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2023 خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر وذلك بمشاركة 34 دولة ويعد تدريب المشترك النجم الساطع من أهم وأكبر تدريبات المشتركة في الشرق الأوسط لتعزيز علاقات التعاون العسكرية وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة التدريب المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط أكثر من 8 ألاف مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة التدريب المشترك النجم الساطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة رقم 10 لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تم عقدها على مدار ستة أشهر يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العمال القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري وتعظيم قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 10 لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة القومية للأنفاق والدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة ستة أشهر بالكلية الحربية بالتنصيق مع وزارة النقل بدأ الحفل بمناقشة بحث الدورة الذي برز خلاله مدى التطور العلمي الذي وصل إليه المتدربين كما تم استعراض الموقف التدريبي الذي تضمن شرحاً مفصلاً لبرنامج الدورات وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التي شكلت لهم وعي ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية لخدمة الوطن تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وألقى الفريق قامل الوزير وزير النقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل خريج وزارة النقل وفقاً لرؤية الدولة المصرية من خلال أعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتي ومؤهلة بالعلوم الحديثة للعمل في مختلف القطاعات فيما ألقى الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية وفي ختام الحفل تم تبادل الدروة وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارة النقل تحتفل مصر وروسيا للتحدية بذكرى مرور سمانين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبهذه المناسبات تبادل وزيراء الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لابروف خطابات التهنئة والتي أكدت على العمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية وأكد الجانبان اعتزامهما على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة في شتى المجالات وتوثيق عرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي وتعبيراً عن خصوصية هذه المناسبة فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمات مصر وروسيا ثمانين عاماً كما تم إضاءة بورج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو الذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية وتشهد الاحتفالات بين البلدين بهذه المناسبة الخاصة التي تثمر على مدار عام كامل تشمل تنظيم عدد من الفعليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية تشهد العلاقات المصرية الروسية تطوراً كبيراً في العديد من المجالات واكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي ثمانون عاماً مرت على تدشين العلاقات المصرية الروسية التي تشهد تطوراً كبيراً في المجالات كافة مع مرور السنوات فمن السد العالي وتشييد أفران الحديد والصلب ومجمع الألمونيوم وشركات الكيمويات إلى إنشاء أول منطقة صناعية الروسية بمحور قناة السويس ومساعدة مصر في بناء محطة الضبعة النووية لا تزال العلاقات تكتسب زخماً جديداً أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي في عام 1943 فيما تمت الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي المصري الروسي في عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين الجانبين وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 كانت مصر من طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وتطورت على أثرها العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني واكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع قوية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى باتت أكثر تميزاً في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار وفي ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية حرص البلدان على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي كما يتشاركان في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب وأيضاً تحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية ترتبط القاهرة وموسكو بعلاقات عسكرية تاريخية على مدار عقود سابقة ومن أبرز محطات التعاون العسكري بين البلدين في العقد الأخير التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة خمسة بمشاركة قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية كما تعددت الصفقات العسكرية المصرية الروسية اقتصادياً بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021 نحو ثلاثة مليارات دولار بزيادة تقدر بخمسة وثلاثين في المئة عن نفس الفترة من العام السابق ومثلت مصر الشريكة التجارية الأول لروسيا في أفريقيا بنسبة تعادل ثلاثة وثمانون في المئة من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا كما تحصل مصر على نسبة ثلاثة وثلاثين من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية ترتبط القاهرة ومسكو بتاريخ طويل من العلاقات السنائية والتعاون المصمر على الصعيد السياحي فالشوارع والشواطئ والمقاصد السياحية المصرية أصبحت عشقاً للشعب الروسي حيث احتلت روسيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الروس في مصر البالغ عددهم نحو مليون سائح عام 2022 ومن المرقح زيادة أعدادهم هذا العام شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي على أهمية إجراء الانتخابات لفتاً إلى أن الشعب الليبي قلق من استمرار الانقسام الذي قد يخلق وضعاً يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وقلب تيلي أن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات وأن البلاد لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى مشيراً إلى أن الشعب الليبي مطوق لإجراء الانتخابات حذرت الولايات المتحدة من أن حوادث استلاء لعدد من المجموعات العسكرية على السلطة في منطقة السحل الإفريقي ستعيق الحرب ضد الإرهاب وقالت المندوبة الأمريكية ليندا جرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن أن الولايات المتحدة تركز على تهديد الإرهابي المتزايد في جميع أنحاء إفريقيا كما تواصل تزويد شركائها الأفارقة بالمساعدة الحاسمة في تعطيل وإضعاف تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابية أظهرت وسيقة داخلية أن المجلس العسكرية في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى مشيرا إلى تزايد التهديد بشني هجوم وأكد مصدر أمني صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان وجاء في الوثيقة التي تم تدولها على نطاق واسع عبر الإنترنت أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن تتجنب أي مفاجأة بشكل عام في الأثناء طلبت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة صفر أعدد من الدول بمغادرة البلاد وأكدت وزارات خارجية نيجر ومالي وبركينا فاسو في بيان مشترك أن المجموعة العسكرية في النيجر سمحت للقوات المسلحة في مالي وبركينا فاسو بتدخل في الأراضي النيجرية في حالة وقوع هجوم في تطور جديد للمشهد في النيجر وجهت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة مطالبات لسفراء عدد من الدول بمغادرة البلاد أبرزها سفير نيجرية التي تترأس بلاده المجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا إكواس وتأتي تلك الخطوة في وقت تحاول فيه إكواس الدفع بسبل الجلوس إلى طويلة التفاوض مع استمرار وصول الوفود إلى نيامي وبحسب المراقبين فإن خطوة المجموعة العسكرية بحق سفير نيجرية تعني إغلاق الباب أمام مساعي إكواس وكانت إكواس قد رفضت مقترحا من المجموعة العسكرية بإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات من سيطرتها على الحكم يوليو الماضي قائمة السفراء غير المرغوب فيهم ضمت فرنسا التي رفضت هذه الخطوة معتبرة أن السلطة العسكرية في نيامي لا تملك شرائية اتخاذ مثل هذه القرارات بالتزامن أعلنت المجموعة العسكرية في النيجر أنها أجازت لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخل في البلاد في حال تعرضت لعمل عسكري خارجية في إشارة إلى تدخل المحتمل لإكواس عسكريا وجاء هذا الإعلان في ختام الزيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالية عبدالله ديوب إلى نيامي ولقائهما مع قائد المجموعة العسكرية عبدالرحمن تياني يأتي ذلك فيما توجهت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مولي في إلى نيجيريا وغينواتشاد في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن في ستتطرق خلال جولتها للأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الديمقراطية في النيجر والإفراج الفورية عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين وإلى الصومال حيث أحبط الجيش هجوما إرهابيا قامت به عناصر ميليشيات للشباب الإرهابية على إحدى المناطق بإقليم جالجدود وسط البلاد والمحررة مؤخرا على أيدي القوات المسلحة وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي كان يتابع عن كذب تحركات العناصر الإرهابية قبل تحقيق أهدافها الإرهابية ضد المدنيين في المنطقة المذكورة وأشار الجيش الصومالي إلى أن هناك تعاونا بين الجيش والقوات المحلية بالإقليم في عمليات تطهير المناطق الريفية من العناصر الإرهابية في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 ومروحيات 124 تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا وأضافت المتحدثة أن الجيش الشيكي يعتزم تسليم مروحيات روسية الصنع من تراز 124 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية وأشرت زخاروفا إلى أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد سيء السيط وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسية أعلنت المخابرات البريطانية أن روسيا قد تزيد من جهودها الهجومية على محور الكريباناسك بما أن وأصرحت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية وضع القوات الروسية تحت الضغط وذلك في باخموت وجنوب أوكرانيا حيث أضافت الوزارة أنه مع استمرار أوكرانيا في تحقيق مكاسب تدريجية في الجنوب ستحاول روسيا استعادة زمام المبادرة من خلال العودة إلى الهجوم على المستوى العملياتي وأن كوبيناسك هي أحد الأماكن المحتملة لذلك ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها ضمر طائرة مصيرة فوق منطقة بيلغرود المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض لهجمات متكررة يتي هذا في الوقت الذي قال فيه حاكم منطقة بيلغرود أن كييف قصفت بلدة أورازوروفو بقذائف جراد ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص واتهم المسؤول الروسي أوكرانيا باستخدام ذخائر عنقضية في الهجوم فيما تضررت منازل سكنية ومدجر زراعي جراء ذلك أعلنت روسيا سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو وذكرت مصادر روسية أن ثلاثة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلتها فيما أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية عن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرن قصف وضربات متبادلة بينما تسيطر حرب المسيرات على الأوضاع هكذا هو المشهد بين موسكو وكييف بعد أن اعتادت الأخيرة توجيه ضرباتها لتصل داخل الأراضي الروسية وأعلنت روسيا سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو وذكرت مصادر روسية أن ثلاثة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها من جانبه أشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إلى أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة إسترا في موسكو وفي شبه جزيرة القرن التي تساعدت فيها المواجهات مؤخرا أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية شن هجوم بطائرات المسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرن التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في حين أفدت أنباء بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية أكدوا أن الهجوم أصاب لواء الدفاع السحلي الروسي 126 المتمركز في بلدة تبعد أكثر من 200 كيلو متر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا يأتي ذلك في وقت أكدت فيه السلطات الروسية وقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا لكنها قالت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرن وأضمت روسيا شبه جزيرة القرن من أوكرانيا في عام 2014 وأعلنت الولايات المتحدة دعمها للهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود باعتبارها منطقة منزوعة السلاح أعلنت تهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي وأفراد القوات الجوية الأوكرانية اعترضوا صاروخين روسيين من تراز كروز كاليبير وأربع طائرات مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها نجحت هي الأخرى في صد هجمات روسية بالقرب من بلدة فوليدار في منطقة دانيرسك فيما أعلنت القوات الروسية شن غارتين صاروخيتين واثنين وستين غارة جوية كشفت شركة روسية عن البدء في الاختبارات القتالية لحاملة المسيرات الروسية من تراز الأميرال أبيانت سويتس في منطقة العملية العسكرية الخاصة وذلك في سبتمبر المقبل وقال المتحدث باسم الشركة أنه سيكون بمقدور حاملة المسيرات الجوية أن تحمل على متنها مسيرتين انتحاريتين مما سيوسع مدى عملها القتالية أوضح المتحدث أن المنظومة الجوية تستغنم بالدرجة الأولى أو تستخدم للقيام بدوريات جوية وحماية لمناطق واسعة تدور فيها العمليات الحربية وفي حال اكتشاف الطائرة المسيرة لأي درون معادي في منطقة مسؤوليتها فإنها سترسل مسيرات ضاربة لتدمرها فورا إلى ذلك أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يارماك أن بلاده بدأت مفاوضات مع كندا بشأن اتفاق ثنائي حول بعض الضمانات الأمنية المفترض أن تمنح إلى كياف لمساعدتها في صد العمليات العسكرية الروسية ووفقا ليرماك فإن الضمانات الأمنية الثنائية التي يتعين على أوكرانيا أن تتلقاها الآن من شأنها أن تجعل البلاد أكثر أمنا حتى قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلنطي وأصبحت كندا الدولة الثالثة في مجموعة السابع بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي بدأت معها أوكرانيا المحادثات ذات الصلاة أعلنت نيوزيلندا أنها ستمنح الإقامة الدائمة للايجي الحرب الأوكرانيين وستكون الإقامة دائمة متاحة في نيوزيلندا للأشخاص الفارين من العملية العسكرية في أوكرانيا بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل الخامس عشر من مارس القادم حسب ما قال وزير الهجرة في نيوزيلندا وأوضح الوزير أنه تم تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة وفي هذا الإطار لن يخضع مقدم طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا إثبات لامتلاكهم كميات محددة من الأموال اشتركوا في القناة أكد النائب الأوكراني أوليكسي هونتشارينكو أن سفينة أبحرت من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى بلغاريا وهي ثاني سفينة تغادر المدينة الساحلية منذ انتحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الشهر الماضي ونشر هونتشارينكو صورة على تيلجرام لما قال إنها السفينة وهي تغادر الميناء وخرجت شحنات من الحبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان عبر موانئ أوديسا الثلاثة خلال الحرب الروسية الأوكرانية بمجاب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة العام الماضي وانتهى سريانه في يوليو بعد انسحاب موسكو منه هذا وقد أكد رئيس مكتب تنسيق العقوبات في الخارجيات الأمريكية جيمس أوبراين أن هناك طرقا بديلة يمكن استخدامها بحرا أو برا لتصدير القمح الأوكراني وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب مؤخرا وتوقع أوبراين عودة مستويات تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى ما قبل الحرب خلال الشهرين المقبلين وتدرس أوكرانيا استخدام ممر جديد في البحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا حيث تم تجربته مؤخرا وذلك بعد أن عبرته سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ الأسبوع الماضي دون أن تتعرض لأي مضايقات من جانبه ناشد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي روسيا تجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وذلك بعد انسحاب موسكو من الاتفاق الشهر الماضي وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفاوضية الأوروبية أن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكيب فقط وإنما لعدة دول نامية أيضا وأضاف دون بري فيسكس الذي يزور الهند حاليا المشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين أن روسيا تستخدم الحبوب كسلاح مؤكدا دعم بلاده لكل الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة وتركيا فيما يتعلق بممدارة حبوب البحر الأسود قال وزير المالية الروسي أنتوان سيلونوف أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام الجاري بلغت 2.5% أو أكثر وقال وزير المالية الروسي أن نسبة النمو في العام الماضي انكمشت لتصل إلى 2.1% ولكن من المتوقع أن يتعفى الاقتصاد وينتعج بنسبة 2.5% أو أعلى هذا العام كما توقع استمرار التضخم عند مستوى 6% مع التنسيق مع البنك المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها ذكرت هيئة الخدمة الفيدرالية الروسية لرقابة البيطرية والصحة نباتية أن السوق الصينية بشكل عام واعدة بالنسبة للمنتجات السماكية الروسية وأشارت الهيئة الروسية أنها تأمل في زيادة عدد الشركات والسفن الروسية المعتمدة وحجم المنتجات ونطاقها يأتي ذلك في وقت حضرت فيه الصين بالفعل بعض وردات المواد الغذائية من اليابان بسبب مخاوفة بشأن خطر التلوث الإشاعي بعد أن بدأت في إطلاق المياه المعالجة نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار الولايات المتحدة تتهم روسيا والصين بعرقلة صدور قرار أممي ضد كوريا الشمالية وبكين تدعو لبدل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية تهمت الولايات المتحدة بكين وموسكو بعرقلة صدور رد موحد لمجلس الأمن الدولي على إطلاق صواريخ وأقمار إصطناعية من جانب كوريا الشمالية وأخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بهذا الصدد قالت المندوى الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إنه منذ بداية عام 2022 لم يقف أولميا في المجلس بالتزاماته بسبب عرقلة الصين وروسيا وخلال اجتماع مجلس الأمن أدان 13 من أصل 15 عضوا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة محاولة يونج يونج الثانية خلال ثلاثة أشهر بوضع قبل اصطناعي للتجسس في المدار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستيليا دع نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جانج شوانج الدول الكبرى إلى بذل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية وضف شوانج أن الحل نهائي لقضية شبه الجزيرة الكورية يعتمد على التفاعلات السليمة بين الدول الكبرى وبئة إقليمية جيدة وأشار إلى أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية استخدمت دول محددة قضية شبه الجزيرة الكورية كذريعة لإصارة التوترات عمدا وإدخال شبه الجزيرة في استراتيجية المحيطين الهندي والهدي وتعزيز التحالفات والشركات وزيادة تواجدها العسكرية في المنطقة بشكل ملحوظ مما يعرض المصالح الأمنية الاستراتيجية لشبه الجزيرة الكورية والدول المجاورة للخطر أكدت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين أرسلت عشرات الطائرات والسفن نحو الجزيرة جاء ذلك بعد أيام فقط من موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 32 طائرة تابعة للجيش الصيني وتسع سفن تابعة للبحرية خلال 24 ساعة أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها أجرت منورات بحرية مشتركة مع قوات عسكرية من الولايات المتحدة والسراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبية وذكرت الوزارة في بيان لها أن أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إيزومو والمدمرة ساميدار شاركتا في التدريبات التي جرت أمس الأول في بحر الصين الجنوبية وأكدت أن السفينتين اليابانيتين سترسوا في ميناء منيلا حتى الخميس القادم يأتي تدريب الدول الأربعة بعد أن أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدفع مياه ضد قارب عسكري في البني بالقرب من منطقة سكاندن توميس شول التي تسيطر عليها منيلا في بحر الصين الجنوبية وذلك في وقت مبكر من هذا الشهر بحسب وكالة كيودو في كوريا الجنوبية تجمع محتجون في سول لمطالبة الحكومة باتخاذ تدبير لتجنب ما يخشون أن تكون كارثة لوحف الأفق نتيجة لتصريف اليابان مياه معالجة ملوثة بالمواد المشاعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المنكوبة إلى البحر وبدأت اليابان في تصريف المياه من محطة فوكوشيما في شمالي توكيو في البحر الخميس الماضي على الرغم من الاعتراضات في الداخل ومن الخارج من مجتمعات صيد الأسماك وغيرها بسبب القلق من التدعيات البيئية لذلك وتقول اليابان ومنظمات عالمية إن المياه أمنة تتواصل عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشرعية والبلدية في الجابون حيث يتنفس في الانتخابات الرئيس علي بونجو أنديما مع 13 مرشحا آخر ويتوقع أن يصوت حوالي 850 ألف ناخب من بين 2.3 مليون نسمة وهو عدد سكان الجابون لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرون أخرون في الهند جراء نشوب حريق في قطار بولاية تاملنادو وذكرت هيئة السكك الحديدية أن سبب الحريق هو سخان غاز استحبه أحد الركاب بشكل غير قانوني داخل القطار ما أدى لنشوب حريق في إحدى العربات وكشفت مصادر إعلامية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما سيتم صرف تعوضات مالية للمصابين وأهل المتوفين انقطعت الكهرباء عن الكثير من مناطق كينيا بما فيها مطر نيروبي دولي وعلنت شركة كينيا للكهرباء والإنارة عن اضطرابات في النظام أدت إلى انقطاع معظم إمدادات الطاقة لمختلف أنحاء البلد أضفت الشركة الكينيا أن الكهرباء عادت إلى معظم المناطق ولكن الكثير منها من مناطق العاصمة ومنباسة ثاني أكبر المدن الكينية حيث كانت لا تزال من دون كهرباء وفي مطار جومو كينياتا بنيروبي الذي يعد أحد أكثر المطارات الإفريقية ازدحاما كشفت سلطة مطارات كينيا أن مولدا يخدم المباني الرئيسية لم يعمل بعد انقطاع الطيار الكهربائي اكتحت العاصير والعواصف الرعدية ولاية ميتشكين الأمريكية مما تسبب في مصرع خمسة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مئات الألاف وسقوط الأشجار وتضرر المنازل وتعطل المرور كما قالت السلطات الكندية وقامت بإخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها بسبب حرائق الغابات التداعيات السلبية للتغيرات المناخية طالت قرات العالم وباتت معاناة عدد من الدول جلية للغاية في الولايات المتحدة اكتحت عاصير وعواصف الرعدية شديدة عددا من الولايات من بينها ولاية ميتشكين مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الألاف وسقوط الأشجار وتضرر المنازل وتعطل المرور إدارة الطوارئ بمقاطعة إنجام أكدت أن الإعصار المصحوب برياح قطع الطريقة السريعة متجها إلى جنوب غرباء لانسينج متسببا في انقلاب السيارات ومصرع وإصابة أشخاص ومن ثم تم إعلان حالة الطوارئ للمساعدة في توصيل الموارد إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن في الأثناء المركز الوطني الأمريكي للعاصير أعلن في أحدث إشعار له أن العاصفة المدارية فرانكلين التي طاقه على بوض كيلومترات جنوبا برمودة اشتدت قوتها كما أنه من المتوقع أن تزاد قوة فرانكلين بشكل كبير خلال الأيام المقبلة وستتحول بعد ذلك إلى إعصار بحسب هيئة الأرصاد الجوية بمدينة ميامي وفي ذات القارة الأمريكية أمرت السلطات في كندا بإخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها بسبب حرائق الغابات وهي منطقة يقتنها نحو أربعة ألاف شخص وتقع على بحيرة جريتسليف وأمرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية الجميع في المدينة بمن في ذلك العمال الأساسيين بالذهاب إلى مطار المدينة وانتظار المزيد من التعليمات وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق وفي الأيام الماضية اضطر أكثر من خمسين ألف شخص بمن في ذلك جميع سكان يولو نايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية للفرار من منازلهم أقلعت مركبة دراجون في مهمة لحساب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حملة أربعة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وسيقضي تقم المهمة ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية حيث سيجري أفرادها تجارب عملية وانطلقت المركبة من مركز كاندي الفضائي التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية في جنوب شرق الولايات المتحدة بحضور نحو عشرة ألاف شخص تجمعوا لحضور العملية للإقلاع توجه أكثر من 12 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تطقيقا قانونيا غير مسبوق حيث يفرض قانون الخدمات الرقمية الشاملة تابع للاتحاد الأوروبي قواعد جديدة بشأن الإشراف على المحتوى وخصوصية المستخدم والشفافية وستواجه مجموعة من عملقة الإنترنت بما في ذلك منصات فيسبوك وانستجرام وتيك توك ومتجر تطبيقات أبل التزامات جديدة في الاتحاد الأوروبي وسيشمل ذلك منع المحتوى الدار من الانتشار أو حظرة أو تقييد بعض الممارسات لاستهداف المستخدمين ومشاركة بعض البيانات الداخلية مع المنظمين والباحثين المرتبطين بهم قدمت مبادرة ميتيوم صحة 160408 من الخدمات تشمل جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة بالأمس في جميع محافظات الجمهورية ووفقا لبيان وزارة الصحة وسكان فإن مبادرة ميتيوم صحة قدمت خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حدثي الولادة ل921 طفلا فيما قدمت 21,045 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي كما تم اصدر قرارات علاج على نفقة الدولة ل5704 من المواطنين تواصل كينات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعلياتها بالمحافظات حيث تم بناء عدد من المنازل للمواطنين وتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيع المشغولات اليدوية والاكسسوارات وأعمال التطريز يأتي تلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظة الجمهورية كما أعلن المركز العالمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف كرتين مواد غذائية على أكثر من 75 أسرى من الفئات الأولى بالرعاية بقرية بني مهدي بمحافظة المينيا نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع شنط مواد غذائية على 500 أسرى من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة 70 من متطوعي التحالف يأتي ذلك تنفيذ لتمجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتمشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية ولتخفيف العبء عليهم وللحد من الأثار السلبية اللازمة والمتواجدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية نهاردة بنوزع 500 كيس مواد غزائية على أهالينا المستحقين بقرية الفردان وقرية الحجاز وبعض المناطق داخل مدينة اسماعيلية وبنقوم بتوزيع بعض المسلزمات المنزلية مراتب والتلاجات والتجزات على بعض الأسر بالاسماعيلية نظمت مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا توعويا لمئتي طالب من طلاب المدارس والجماعات بالأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج شمل زيارة ميدانية لمشروعات قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتضمنت زيارة عقد ندوة تعريفية عن مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها بالقرية وكذلك التوعية بأهمية العمل التطبعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات وذلك عن طريق تدريبهم على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسة المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات كان دورنا أن نستقبل الشباب اللي جاي ونعرفهم بالقرية والتطورات الحصرة اللي فيها ونفهمهم اليوم النهاردة هيمشي إزاي إن شاء الله إحنا استفدنا من التدريب يمكن إحنا دخلنا الأكاديمية للتدريب خدنا تدريب عن تسويق إزاي تعرفنا إزاي إن إحنا نزوق نفسنا إزاي إن نحفز نفسنا ومحدش يقدر يأثر علينا بالأفكار المغلوطة أو بالأفكار السلبية إن إحنا إزاي إحنا إن إحنا نفكر تفكير إيجابي وإن إحنا نقدر نستثمر نفسنا وطقتنا وجهدنا في إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل شغل على واقع الأرض ونقدر نساعد الناس يمكن أكتر حاجة إحنا بنحس فيها إن إحنا مبسوطين أو إن إحنا كده إن إحنا نشوف الناس مبسوطة وبتدحك وحتى كمان إحنا النهاردة في زيارة ميدانية في كرة حياة كريمة في محافظة الأليوبية الكرة إحنا لما نكش مثلا في قاريا بنقدر نشوف المشروعات اللي هي حياة كريمة بتنفذها على الواقع من صرف صحي لقدمات صحية لمشروعات كهرباء لمشروعات غاز طبيعي يمكن المشروعات ديت هي مشروعات خدمية بتمس المواطن من الدرجة الأولى إن هو بتقدر أو فر البنية التحتية إن هو يقدر يعيش حياة كويسة ويبدأ إن هو يشوف البلد كيف يتساعده ويشوف الخدمات والمشروعات اللي هي بتقدمها له بتخفف الأعباء عليه النهاردة في خامس يوم للتدريب في إحدى كرة حياة كريمة تدريب صراحة كان مصمر جدا خدنا محضرات عن تسويق الزيت وعن تخطيط الأهداف وعن الزكاء الاصطناعي بجد المحضرات كانت غنية جدا بالمعلومات وكانت تطرح تساؤلات كتيرة في دماغنا هي مش بس بتدينا معلومات هي كمان بتأهلنا إن إحنا نعمل سرش ونبحث أكتر عن المعلومات دي عشان نوصل لمعلومات أكتر استفادنا جدا بالتدريبات والمحاضرات وكانوا المحاضرين يعني عاملين مجهود أكثر من الرائع بالنسبة لربع يوم كان زيارة المتحف الكوات الجوية ده كان زيارة عسكرية بالنسبة لخامس يوم النهاردة إحنا دلوقتي في قرية الأحراز التابع لمحافظة الأليوبية حضرتك إحنا دلوقتي يعني شفنا تطور كبير في القرية شفنا صور قبل القرية وبعد ما دخلت حياة كريمة حضرتك عملت تغيير شامل في القرية زي مثلا عملت الوحدة الصحية المكتب البريد نقطة الإسعاف نقطة الشرطة يعني تطور كبير شهد مصرح محكى القلعة انطلاق فعليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء وذلك بحضور جمهري كبير وتتواصل الدورة الحالية لمهرجان القلعة على مداري أربعة عشر يوما حتى الخميس السابع من سبتمبر لتضم العشرات من الحفلات المتنوعة على عادهم كل عام يلتقي عشق فان الغناء الراقي بمحكى القلعة حيث كوكبة من كبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي النجاح الجماهري المتتالي لمحكى القلعة جعل منه أحد أهم المهرجانات الفنية بالمنطقة العربية كلها حيث يحرص كل عام نجوم الغناء على المشاركة بالمحكى وسط أجواء ساحرة تغلفها الأسوار والمواقع الأثرية لقلعة صلاح الدين المهرجان ده يعني كلنا بنبقى مترقبين لأن الجمهور الجميل دوت ما بنشوفوش ألا في مهرجان القلعة والأعداد الكبيرة دي والأسرة الجميلة يعني أنا فرحتي عظيمة بأن أنا بقى شايف أسر كاملة بأطفال بأب و بأم بوجران الحقيقة هي دي الليالي اللي تستحق أن احنا نتعب من أجلها كتير قبل ما يبتدي المهرجان شايف النجاح وشايف الإقبال الجماهيري الكبير جدا وشايف كمان دوركم كإعلام طبعا بنشكركم يعني على كل هذا العمل الجاد ويعني أتمنى للجميع والجميع الفنانين حفلات موفقة جدا وتوصل للجمهور وتقدم له أنواع كتير مختلفة من الموسيقى في خلال دورة واحدة وهو ده اللي بيساعدنا كفنانين يعني الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار أربعة عشر يوما من الجمعة الخامس والعشرين من أغسطس حتى الخميس الموافق السابع من ستمبر لتضم العشرات من الحفلات المتنوعة استعدادات مكثفة لمحك القلعة حيث تم زيادة عدد الحضور إلى خمسة ألاف مقعد إلى جانب نشر الشاشات الضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور الدورة النهاردة والسنة دي مختلفة جدا الحمد لله في تطور بقى فترة شكل الحفلات بقى مختلف شكل المهرجانات بقى مختلف فأتمنى النهاردة يا رب يكون الحفلة على قد المستوى افتتاح يليق بالدورة الواحد وتلاتين وبجمهور القلعة وبمهرجان القلعة المتعودين عليه كل سنة إن شاء الله جواهة له بصراحة يعني الدنيا مش ضحمة زي ما كان من سنتين فالدنيا كتل أزيزة وإحنا داخلين نتكس جمناه بسرعة وما كانتش في أي زحمة بصراحة الأجواء لطيفة جدا وبصراحة تنظيم لطيف ومحترم وفكرة حتى البساطة اللي بتنقل الناس من أول البوابة لحد دخول هنا فكرة لطيفة وحلوة يعني عشان الناس حتى ما تتعبش إن هي توصل لحت الاستيتجو كده هوا السنة دي مختلف شوية فيه يعني فيه نظام أكتر فيه حسنا فيه قبل أكتر عن المرات اللي فاتت بس وانا أصلا جاي المتحط صالح احنا بحب المتحط صالح جدا المهرجان بمثابة معزوفة متناسقة تضم النغم الأصيل والجمهور الزواق ومشاهد التاريخ كل في مكان واحد ترنو إليه الجماهير شباب وعائلات للاستمتاع بلايال القاهرة الساحرة أحمد الحسيني التلفزيون المصري تواصل الدولة جهودها من أجل تنمية بكافة مجالات ولسيما تنمية الإنسان والارتقاء بفكره وفنه والحفاظ على الهوية المصرية ومن ضمن تلك الجهود إقامة الأنشطة والمهرجانات وتشجيع المواهب والفنون بكل المحافظات من خلال مكتبة مصر العامة كما في ضميات التي تحتضن مهرجانا للقراءة والرسم على الرمال مهرجان القراءة والرسم على الرمال كان أبرز ما نظمته مكتبة مصر العامة بضميات والمكتبة الثقافية المتنقلة وهيئة تنشيط السياحة بمشاركة عدد كبير من أطفال المكتبة والأطفال من ذوي الهمم ورواد الشواطي وأطفالهم والمصطفين جايين نعمل حفرة على الرمال النهاردة مهرجان يعتبر مهرجان شامل كذا حاجة أولا المهرجان بنعمله كل سنة بس السنة دي مختلف علشان معانا أطفالنا من ذوي الهمم أطفال مدرسة الرسم من ذوي الهمم مع أطفال مدرسة الرسم كنا عملنا قبل كده معرض دمج المعرض نجح جدا للولاد اللي هو كان فيه الأطفال زوي الهمم مع أطفال المكتبة فحبينا أن نحن النهاردة هم يشاركوا معنا في مهرجان الحفرة على الرمال المهرجان شهد فعاليات متنوعة تضمنت فقرات فنية وثقافية شارك فيها عدد من الأطفال الذين شاركوا أيضا في الأنشطة الترفيهية المتنوعة ومن بينها الرسم على الوجوه شاركت في مكتبة مصر العامة وبحب أول إيفنتات اللي هم بيعملوها هي طبعا النشط بتاع المكتبة ورسمت فراشة ولو انتهى أحمر واغدر وكما احنا مشتركين في المكتبة بقالنا 3-4 سنين وهو بيلعب هناك أنشطة كتير جنباز وكاراتي ورسم واحنا بنيجي الإيفنتات دي كتير جدا حدث النهاردة عن الحفرة الرمض دمج بين الأطفال لأن الأطفال بتحب الهند ميت جدا شغل الحفرة وكذا وده بيبقى حلو جدا اليوم ومفيد اليوم زي التركيزهم وزيطن هو في البحر وكذا في موضوع ممتع جدا يأتي المهرجان ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التي تشهدها المدينة لتشجيع المواهب بالإضافة إلى خدمة المصطفين ورواد رأس البر بعد أن لاقى المهرجان إقبالا كبيرا ومشاركات متميزة من رواد الشاطئ ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد ونشرة الاقتصاد والجبلة الاقتصادية تقدمها لنا ليلة عمر إليك ليلة شكرا شروق وهبا ونتحول معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الروابط المتداولة مزيفة وأن تلك المكافأات وهمية ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا مشددا على أن جميع الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بهيئة البريد محذرا للمواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية في أسواق البيترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع دولار قبل خطاب رئيس مجلسي لاحتياطي للتحدي والمرتقب بالشدة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة وارتفع مازيغو برينت بنسبة 1.2% إلى 84 دولار و33 سنة للبرنيل كما زاد خام غرب تاكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 79 دولار و98 سنة للبرنيل كما ارتفعت أسعار المزود تعالميا بنسبة 44.3% لتصل إلى 3.26 دولار سنت للتر وصعدت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 83% لتسجل دولارين و54 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكدت شركة النفط العالمية الكبرى بي بي على ضرورة أن تقوم دول العالم بالاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حد في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارية وأضفت الشركة أن أسعار الغاز العالمي ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مما أكبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحمة كشفت دراسة ألمانية حديثة أنه لم يحدث تحسن كبير فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة في قطع الفنادق والمطاعم في ألمانيا وأعلن مأهد الاقتصاد الألماني أن هناك ما يقرب من 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة في مهن الفنادق والمطاعم مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال ووفقا للدراسة فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهنية بدأت الحكومة اليابانية دراسة عدد من الخيارات لدعم قطاع الأسماك عاقب تعليق الصين استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعدما بدأ توكيو تصريف مياه مفاعل فوكوشيما المعالجة في البحر وتدرس الحكومة اليابانية إقامة مصانع للمأكولات البحرية في اليابان وإنشاء قنوات بيع مختلفة للتعامل مع آثار قرار الصين والتي تعد المستورد الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية حيث بلغت قيمة مشترياتها العام الماضي 595 مليون دولار أعلنت هيئة قناة بانا ما اعتزامها تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية من المحيطين الأطلنطي والهادي وتعاني القناة نقصا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبي الهادي والأطلنطي إلى مستوى القناة أو تنزلها إلى مستوى البحر ومنذ الثلاثين من يوليو عمدت هيئة القناة والتي يمر عبرها 6% من حركة التجارة البحرية العالمية إلى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميا من أربعين إلى ثنتين وثلاثين سفينة ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لهبا وشروق إليكم من جديد ولم يتبقى في نشراتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يتابع مشروعات صناعة الحديد والصلب وإجهب الاستمرار في جهود توفير الملاخ الداعم لقطاعات الصناعات الوطنية الثقيرة الأمم المتحدة تحذر من استمرار لانقسام الليبي وتطالب بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات موسكو تدين خططا أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 وتحذر من تبروتها المتزايد في النزاع انتهت نشرة السادسة دمتم في رعاية الله شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة